يا الله السلام عليكم ورحمة الله اخواني متابعي القناة المحترمين حياكم الله موضوع اليوم ان شاء الله موضوع بسيط لكن مهم واحب اتطرق له طبعا بعض الاخوة الفنيين ما اتطرقوا له فاحب امر على هذا الموضوع ان شاء الله بشكل سريع واوضح هذا الموضوع بشكل مختصر ان شاء الله هذا الموضوع اخواني هو موضوع الطعجات او الانثناءات اللي تصير في بواري التبريد اخواني مثل ما تعرفون بواري التبريد لنقل غاز بين القطعتين الداخلية والخارجية خط الدفع يودي الغاز للقطعة الداخلية وخط السحب يسحب الغاز من القطعة الداخلية هاي وظيفة الاساسية طبعا اما انه يصير عندك اثناء التنصيب او لسبب ما ضربة او ايا كان طعجة في بواري التبريد الطعجة يعني الانثناء اللي يصير في بواري التبريد هل الها تأثير هل ممكن انه نصلح الخلل اللي صار بالموضوع هل تأثر على التبريد او هل ممكن نصلح هذا الموضوع وشنو ممكن نقدر نسوي بهاي الحالة اخواني طعجات بواري التبريد خاصة اذا كان في مكانات حساسة نفرض في بداية الانبوب وطعجات قوية او انثناءات قوية تكون يعني اثناء التنصيب غالبا ما تكون هاي الامور اثناء التنصيب فالها تأثير قوي جدا طبعا على منظومة التبريد بالكامل على السبلت بالكامل التأثيرات تكون اولا ومبدئيا تأثر على التبريد بشكل كامل يعني تأثر او الضعف والبرودة ما سبلت تحس البرودة ما سبلت ضعيفة جدا عندك هاي بسبب الطعجة الموجودة بالبوري خاصة اذا قلت يعني الطعجة طعجة قوية جدا او عدة طعجات يعني اكو امور او اكو انابيب تكون بها اكثر من انبعاج اكثر من طعج بالبوري فهي طبعا مية بالمية تأثر على مسار التبريد وبالتالي تأثر على البرودة اللي واصلت لك بالقطعة الداخلية هاي من ناحية من ناحية الثانية انه تأثر على مسار الغاز ايا كان سواء كان على خط السحب او على خط الدفع يعني رح يكون يعني ضغط او حمل على الكمبوريسر او على مطور السبلت قصدي رح يكون حمل عليه سواء كان بالسحب او بالدفع وكان عندك الطعج بالبوري فيسبب حمل وجهد زايد على المطور السبلت حتى يدفع الغاز وحتى يوصل لك التبريد للداخل بسبب الطعجة فبهاي الحالة رح تأثر عليه عمل الكمبوريسر في مرور الزمن يعني بمرور الزمن رح يضعف عندك الكمبوريسر يضعف ويقلل عندك الكفاءة الكمبوريسر بشكل واضح الى ان يوصل مرحلة لا قدر الله يعني يحترق عندك الكمبوريسر خاصة اذا كان الطعجات او الانبعاجات كثيرة او اكثر من واحد وقوية فهي تأثر من هاي الناحية اما التأثير الاخير عندك انه هذا المكان مكان الانبعاجات ممكن يكون او قد يكون سبب لحصول تسريب في منظومة التبريد يعني هذا المكان مستقبلا خاصة اذا كان الانبعاج قوي طبعا يكون سبب او مكان لتسريب الغاز نقطة تسريب غاز يعني قصدي فهاي التأثيرات بشكل واضح طبعا للي يسأل عن تأثيراتها واللي يحب يعرف يستعلم عن تأثيراتها تأثيراتها كبيرة طبعا وتأثيراتها واضحة فارجوا طبعا من الاخوان الفنين ان يكونون حريصين جدا طبعا اقصد طبعا الفنين المبتدين طبعا اما الفنين المحترفين ان شاء الله عمالهم جيدة جدا ان شاء الله ورب يوفقهم اما هاي الامور قد تكون تعبر على الفني المبتدئ او ما يعرف يعني مدى اهميتها او مدى ضرارها بالمستقبل فيدعوهم ان شاء الله انه يحرصون انه يعني قدر الامكان ما يكون عنده طعش في البوري ويكون البوري بشكل سليم بالكامل من نقطة الخروج الى نقطة الدخول مرة ثانية للغاز البوري سليم بالكامل ان شاء الله واي امبعاج ماكو اما ممكن اكو نقاط امبعاجات ممكن التغاضي عنها اللي امبعاجات البسيطة يعني اخواني فما اكو مشكلة ان شاء الله تعرفون بواري النحاس شوية اه قد تكون يعني صعبة بالتحريك او العوج يعني اثناء العمل فممكن يصر عندك امبعاج بسيط مثل هذا مثل ما تلاحظون هذا انبعاج بسيط ان شاء الله وما يأثر على التبريد اما اللي قصدي عليه واللي شرح هو عليه الامبعاجات القوية الطعجات القوية اخوان الطعج القوية اللي الكسرة والطعجة هذا شي ما ممكن نتغاضي عنه وما ممكن نتركه الحل بهاي الحال اخواني انه اه اولا لازم تحبس غاز السبلت بشكل صحيح والشي الثاني بعدها انه ينقطع البوري سواء كان من المنتصف يعني اي ان كان المكان الطعج الموجود بالبوري ينقص البوري بشكل صحيح وعندك طريقتين للحل اما تجيب لي وصلات وصلات انابيب النحاس اللي هي هاي معروفة وتوصل الانابيب بشكل صحيح وينتهي عندك هذا المكان الطعجة ان شاء الله او عندك الطريقة الثانية اللي هي اللحيم واللي هي افضل طبعا اه قطع الانبوب النحاس وبعدها تلحم مكان الطعج بشكل صحيح لحيم نحاس وان شاء الله ينتهي عندك هذا المشكلة بعدها الخطوة اللي بعدها تسوي فياكيوم بشكل صحيح وبعدها النقطة الاخيرة انه ترجع تفتح الغاز ان شاء الله وترجع عندك تنتهي المشكلة عندك وراح تلاحظ انه تغير بمقدار البرودة بالقطعة الداخلية انه السبلة يرجع يشتغله براحته ان شاء الله والتبريد رجع قوي ان شاء الله عندك تبريد تلاحظه انه القطعة الداخلية قامت تطي هوا بارد قوي جدا ان شاء الله الكفاءة الحقيقية يعني اقصد رجعت الكفاءة الحقيقية للسبلت وهذا فيديو مهم اخواني ان شاء الله استفاديتم من عنده ولو معلومة بسيطة ادعو الاخوان المتابعين الجدد ان يشتركون بالقناة طبعا دعم للقناة ان شاء الله كلمة الاشتراك الحمر الظهر امامك ان شاء الله اضغط عليها رح تشترك بالقناة حتى توصل لك كل الفيديوهات الجديدة والمعلومات المهمة ان شاء الله حياكم الله اخواني العزاء تحيات لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته